اهتمام مصر بإيجاد حلول للطاقة النظيفة زي طاقة الرياحة، طاقة الشمسية وغيرها من الأنواع المختلفة المتجددة للطاقة وده الحقيقة كان على أولوية الأجندة المصرية حينما تولى السيد الرئيس عبد الفتاح سيسي القيادة السياسية للبلاد عندنا إنجزات كتير، عندنا الحقيقة ملفات أكثر وكانت مثقلة إلى حد كبير ولم نبدأ بملف دون الآخر بل عملنا على قدم وصاق في العديد من الملفات بالتوازي حول هذا الموضوع بيشرفنا نهاردة يكون معنا المهندس إيهاب الهادي الأمين العام لنقابة المهندسين أهلا بحضرتكم أهلا بكي فان في البداية الحقيقة عايزة أتحدث وبشكل عام عن نقدر نقول مشكلتنا اللي وجهناها اللي كان على رأسها الحقيقة مشكلة الأمن وتحقيق الأمن وفرض الأمن على المجتمع المصري بعد فترة إنفلات تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت أولوية كبيرة الاهتمام بقضية الأمن والقضاء على الإرهاب ثم توالت الحقيقة القضايا ومشت بالتوازي زي ما أنا قلت في المقدمة ما حربناش الإرهاب وتركنا التعليم والصحة والطاقة وغيره أعتقد أنه السيد الرئيس كمان استلم الدولة وإحنا عندنا مشكلة طاقة كبيرة كنا يعني نعاني حتى على المستوى الفردي لإيجاد بنزين لإيجاد غاز وهكذا النهاردة إحنا بنصدر طاقة إزاي حضرتك بتشوف هذه النقلات النوعية والحقيقة بقول أن المجتمع المصري كله شارك فيها لأنه إحنا كمان كمواطنين دفعنا فطورة هذه الإنجازات أرى بشكر حضرتك طبعا أبطبح عليك الله يكريم فموضوع الطاقة بشكل عام هو موضوع مهم جدا لأنه هو المحرك أو الحياة كلها بتتحرك بالطاقة سواء طاقة بترولية سواء أي نوع من أنواع الطاقة كان فعلا عندنا مشكلة في الطاقة قدرنا النهاردة نوفر وننشئ في عهد سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تم إنشاء محطات كهرباء بشكل كبير جدا للاهتمام بمنظومة إنتاج الطاقة الكهربائية بإنشاء محطات جديدة قدت دخلت في شبكة مصر مما قد أننا النهاردة بنقدر نصدر طاقة فعلا موجودة السيد الرئيس ما سابش قصة ما سابش ما خدش موضوع الطاقة بشكل طاقة محطات أو ليه الطاقة عادية لا لجأنا بحكم موقع مصر الجراف الخطير بدأ يدخل في موضوعات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة لأنها هيكت تتكلمي على المناخ ومشكلة المناخ والمشكلة كلها بتنحصر في الطاقة والدول المتقدمة هي المؤثرة فعلا حقيقا أن الدول أفريقيا أو مصر تدفع فطورة صحيحة تدفع فطورة دول متقدمة تحدث احتباس حراري نتيجة توليد الطاقة نتيجة الطاقة التي تولد بطريقة إلى مصانع أو طاقة هربائية فبدأ التوجه منذ تولي رئيس عبد الفتاح السيسي والتوجه بدأ يخش على الطاقة الشمسية وبالفعل عندنا أكبر محطة توليد طاقة يعتبر في العالم وهي دندان بأسوان بدأ ينتج المشروع وشركات والاستثمارات ضخمة جدا في مجال الطاقة هربائية لأن مصر موقعها ربنا يعني دانا موقع متميز نقدر نستثمره ونقدر نستخدمه عندنا طاقة الرياح بشكل كبير جدا تم استخدامها عندنا دلوقتي برضو بدأنا في الهيدوريجين الأخضر وده لسه حاجة جديدة جدا اللي هو الاحتراق النظيف أو الطاقة النظيفة فده كله بيصب في مصلحة البشرية بصفة عامة وبيولد طاقة أنا محتاج النهاردة عندي مشاريع كتيرة جدا عندي دخلت في الصناعة عندي مشاريع ضخمة جدا محتاج لها طاقة عن توسعات عمرانية بشكل كبير جدا محتاج توليد طاقة ومحتاج طاقة غطيها ومحتاج أصدر طاقة فبدأنا يعني بدأت الدولة ما تاخدش الاتجاه التقليدي في توليد الطاقة بالعكس توجهنا والتزمنا بالحفاظ على البيئة العالمية والحفاظ على الإنسان بشكل عام فبدأنا نلجأ كدولة أو يلجأ رئيس عرفتها السيسين في مبادرات اللي هي الطاقة الجديدة والمتجددة بكافة أنواحها وبالفعل تمت مشاريع وبالفعل بيتم النهاردة ربطها بالشبكة الأسسية لكهرباء مصر وعندنا الشبكة مربوطة بالوطن العربي السعودية والأردن وده شيء محترم جدا وشيء مقدر للسيد الرئيس أنه يهتم ما يعتمدش على الطاقة التقليدية بالعكس يهتم بالطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة حفاظا على البيئة وحفاظا على الإنسان أهم إنجازاتنا في هذا المجال يعني في محطات توليد طاقة زي ما حضرتك تفضلت وقلت كمان عندنا خطوط إنتاج للطاقة وتصدرها كيف ترى يعني استراتيجيتنا في هذا الملف هو ده ملف الطاقة هو ملف يعتبر ملف استثماري قوي جدا لأن مشكلة العالم كله في الطاقة مشكلة العالم وبتزيد الحقيقة يعني حتى مع الأزمة الأوكرانية الروسية بتزيد بشكل كبير للعالم كله خصوصا مع دخول فصل الشتاء تمام الأزمة الروسية الأوكرانية دي أزمة خطيرة جدا لأن الغاز الروسي بيعتمد على الأوروبيين في التدفئة وفي الإنتاج الطاقة بشكل كبير جدا الطاقة استثمار يعني النهاردة الطاقة استثمار النهاردة بدأ يبقى فيه إنتاج غاز طبيعي موجود بنستخدمه بشكل كبير عندنا الطاقة التخليدية من محطات الطاقة عندنا الطاقة الشمسية عندنا الكلام ده كله بيفيد وبيصب في الاستثمارات وفي التنمية الدولة نفسها يعني إذا أنا النهاردة ما كنتش أنا النهاردة عايزة أعمل تنمية صناعية عايزة أعمل توسع عمراني عايزة أعمل طرق عايزة أعمل أي نشاط موجود يعتمد على الطاقة ما هو الملفت للنظر هنا أو التحية الحقيقية فكرة شمولية المشاريع يعني كنا في فترة ما ممكن يعني يكون فيه مشروع مبشر بشكل كبير ويصطدم بمشروع آخر أو بأضرار أو بقوانين غير يعني مدروسة النهاردة كل مشروع أو كل فكرة الحقيقة بتتم بشكل شمولي وبيتم دراستها بشكل شمولي يعني مثلا زي ما حضرتك قلت نأمل في استثمار أجنبي من المستحيل أن يأتي مستثمر أجنبي وراء استثمار الجبان كما نقول لدولة ما فيهاش أمن وأمان نقضي على الإرهاب ونحقق الأمن والأمان بنية تحتية فيبقى عندنا بنية تحتية ومشاريع وطرق وما إلى ذلك مشاريع زراعية أو مشاريع صناعية والأيدي العاملة محتاجة تدريب أو غيره فبقى فيه اهتمام كبير بالتعليم الفني والزراعي إزاي حضرتك بتربط هذه الحلقات المتصلة كزي ما أنا قلت في البداية رؤية شمولية لكل فكرة ولكل مشروع ولكل مبادرة بتتم طبعا يعني كان فكر جديد جدا منذ أو رؤية عظيمة جدا منذ طول الرئيس عفتح السيسي أنه هو يعمل في جميع الملفات لأنه نهارده لو جينا نتكلم على الإرهاب فالإرهاب ده محتاج ثقافة ومحتاج تعليم ومحتاج فرصة تعمل ومحتاج اقتصاد فهو بدأ يحل المشكلة مشكلة الإرهاب يعني ما حليهاش مشكلة أمنية ما اشتغلش أمني فقط بالعكس اشتغل مشروعات زي ما حاجبت تقولي النهارده احنا حتى الإسكان النهارده بقى أصبح في مصر إسكان فاقد في الإسكان الاجتماعي فاقد في الوحدات بقى عامل توزيع جغرافي جديد اللي كان مشكلتنا في الدلتا وكلام ده تم إنشاء مدن جديدة بشكل كبير جدا بتوزيع جغرافية ممتازة جدا اهتم بالظاهر الصعيد الصعيد طبعا وبدأ يتعامل فيها مدن جديدة في جميع المحافظات الصعيد ما ركزناش في القاهرة بس ركز في كل المدن صحيح وفي قضية مهمة جدا قضية العشوائيات وهذه البؤر اللي كان بينتج عنها إرهاب وبلتجة ومشكلات كبيرة النهارده عندنا أحياء عظيمة احنا في مشاهد معانا على الهوى فيها أبسط يعني ما يقال أو يلخص الموضوع آدمية آدمية المواطن طبعا ده تركيز أساسي وهو ودي جات منها مبادرة حياة كريمة بتفريعتها المختلفة صحيح التي تخدم المواطن بشكل كبير جدا في مناحي الحياة المختلفة الحياة المعيشية للمواطن فيها تحسن بشكل كبير سواء المرافق سواء السكن سواء المعيشة سواء المياه الشرب بالكلام ده كله نبع من مسئولية عظيمة جدا تولي الرئيس خدها على عاتقه إن هو عايز يبني مصر أو جمهورية جديدة الجمهورية الجديدة اللي بيتم في مصر النهارده يعني لا يتم في 50-60 سنة في فترة وجيزة جدا لعشر سنواته عادة 50 سنة يعني بست أضعاف يعني من حجم المشروعات اللي بتقام من توفير حياة كريمة من سكن كريم من فرصة عمل كل كلام ده الرئيس خده وتوجه فاستخدم ملفات متكملة زي ما حاجة بتقول ممسكش ملف واحد ونركز فيه إن أنا هنجز المشروع ده زي ما حاجة بتقولي إن المشروع ممكن يتدخل مع شيء آخر اهتم بالتعليم فيه اهتمام كبير جدا بالتعليم اهتم بالصحة اهتم بسكن المواطن اهتم بالاقتصاد والتنمية الصناعية والإنشاء مصانع وبدأ النهارده فيه مبادرات كبيرة جدا في الصناعة اشتغل كمان في مشروع زراعة يعني مشروع زراعة الحديثة بقوانينها وتشريعتها يعني مش فقط إيجاد حلول للحياة الزراعية في مصر بل كمان المحاولات المستميتة لتحقيق اكتفاء ذاتي ونأمل إنه يتحقق سواء كان من المحاصيل الزراعية أو من الانتاج الحيواني زي حضرتك بتتابع الملف الزراعي بقوانينه وتشريعاته وتطبيق القانون بمنتهى الحزم للحفاظ على الرقع الزراعية واستصلح بعض من الأراضي الصحراوية والقضاء على أي تعدي بأي نوع على مياه نهر النيل والأراضي الزراعية المحيطة طبعا احنا شفنا الفترة اللي هي عقبة 2011 كان فيه تعدي خطير جدا سواء على المرفق نهر النيل اللي هو شريان الحياة لمصر كان عليه تعدي كبير جدا كان فيه تعدي على الأراضي الزراعية بشكل كبير جدا اللي تم النهاردة بتفعيل القانون وتطبيق القانون يعني القانون يتم تطبيقه ده أثر كبير جدا في الحد من التطور أو انتهاك الأرض الزراعية اللي هي الأساس أو المنتج بتاعنا اللي احنا بنائي يعني عايشين على دلتا اللي هي مساحة الدلتا أو الأرض الزراعية الخصبة اللي بتنتج محاصيل مصر ومعيشة مصر كان فيها تعدي كبير جدا النهاردة تم إيقافه بل بالعكس النهاردة بيزال ما تم التعدي عليه والنقطة المهمة اللي بدأت النهاردة أو اشتغلت هي الصحراء يعني النهاردة تم إنشاء الدلتا الجديدة مساحة تفوق الدلتا اللي احنا عايشين عليها لمصر كلها عايشة عليها وتم ترح مشاريع ضخمة جدا مثل مستقبل مصر في التنمية الزراعية وتشكى يعني بعض المشاريع الضخمة جدا اللي هتعود على مصر وتستخدم فيها طبعا يطبق فيها مواضيع الرأي الحديثة وتكنولوجيا الزراعة الحديثة يعني النهاردة بيتم إنتاج محاصيل استراتيجية ومحاصيل استهلاكية ومحاصيل استراتيجية فده بيؤدي لاكتفاء ذاتي في الدولة فده بيدي استقرار للدولة يعني أستطيع اكتفاء ذاتي لمواطني الدولة والسكان وكمان بصدر بحصل به يعني النهاردة عندنا بالذات في الخضار والفاكهة عندنا نسبة تصدير كويسة جدا بتدر على الدولة العملة الصعبة فده تطور ما كانش هيحدث بحجم المساحات الزراعية التي تضاف للرقعة الزراعية المصرية من أراضي صحراوية ما كانش حد يتخيل هذه الكمية طبعا ده مشروع قومي الرئيس يتبنى طبعا المشروع القومي الزراعي ينتج عنه مشروع قومي حيواني اللي هو الانتاج للحوم والحنات ينتج عنه كمان لتحقيق الغذاء والاكتفاء الذاتي موضوع المزارع السمكية والانتاج السمكي في مصر وده كانت أول فكرة تم دولة تقع على سواحي البحر المتوسط وبحر أحمر فالرئيس من هنا يعني استفاد أو هو فكر أننا لا بد من استفادة من موقع مصر الخطير في أننا يعني أكون عندي الحقيقة يعني لو تحدثنا محتاجين حلقات وحلقات نحن استعرضنا بشكل سريع وبشكل بسيط وإنما ده لو بيدل على شيء فبيدل على الإرادة المصرية لأنه يعني وجود قيادة سياسية حكيمة محبة ومصلحة للبلاد بالتعاون مع المواطنين وبالتعاون مع المسؤولين أعتقد قدرنا أننا نحقق شيء وبنأمل للمزيد أنا بشكر حضرتك مهندس إيهاب الهادي الأمين العام لنقابة المهندسين بالجيزة بشكرك على وجودك معنا جدا شكرا مشاهدين الكرام بشكر حضرتكم على وقتكم وعلى متبعتكم لحلقتنا النهاردة في نهار الجمعة من بنصبح عليك بشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة ودائما وأبدا تحية مصر شكرا وإلى اللقاء شكرا